تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من اكتشاف ورشة سرية لتغليف مادة السميد بقرية أجمون ببلدية برباشة حيث تم توقيف شخص مشتبه فيه بالمضاربة غير المشروعة بمادة السميد العملية أسفرت عن حجز 1272 قنطار من مادة السميد بالإضافة إلى حجز 1750 كيلوغرام من مادة سميد الذرة و4716 كيلوغرام من الشعير 1500 كيلوغرام من مادة طحين الشعير حيثيات القضية تعود إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرباشة بدورية عبر الإقليم بالضبط على مستوى قرية أقمون بلدية برباشة ولاية بجاية أين لفت انتباههم ورشة سرية ملك لشخص يبلغ من العمر 33 سنة ينحدر من ولاية بجاية يقوم بممارسات تدليسية من أجل المضاربة في المواد الأساسية في مادة السميد العملية أسفرت على حجز 172 قنطار من مادة السميد بالإضافة إلى حجز 1750 كيلوغرام من مادة سميد الذرة 4716 كيلوغرام من مادة الشعير 1500 كيلوغرام من طحين الشعير وكذا حجز آلتي طحن وآلتي خياطة للأكياس وواحدة للتصفية تم إنجاز ملف قضائي وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تقديم المعنى فور الانتهاء من التحن